المغربي بادوزاكي الذي شغل هذا المنصب السابقا حسب ما ذكرت تقارير إعلامية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكون بذلك قد رضخت أخيرا لمطالب شعبية حينما أقالت البلجيكي إيريك جيراتس من جهة واستجابت للجمهور المغربي بإعادة تعيين بادوزاكي من جهة أخرى هذا ومن المنتظر أن تحمل ساعات المقبلة نبأ تعيين المدرب الجديد لمنتخب وسود الأطلس رسميا وتقديمه للصحفة اليوم الخميس